ارجع مع حضراتكم مرة ثانية ضيفة الكريم المهندس احمد مجاهد رغم نحك رئيس اتحاد المصر وكرة القدم قبل كده عضوة في مجلس اتدارة الاتحاد المصر وكرة القدم بتبقى فخور وانت بتقول انا اهلاوي زي كده وانا بطلع على الهواء اتكلم انا اهلاوي بحب الاهل وبشجع الاهلي ومنتمل تبقى فخور بدا بس في الممارسة الاهل اللي انا بحبه وبشجعه ومنتمل ايه بيأثر علي ولا لا انا لي يعني اخويا قريب بيقول لي بيقول لي انا كل صحابي يسألوني انت متأكد ان احمد هوك مش زمالكوي يعني بيسألوا السؤال بقولوا انت متأكد ان هو مش زمالكوي مسألة اول ما تدخل اتحاد الكورة بعد في شغلك ولا بتشوف ولا بتشوف اهلي ولا بتشوف زمالك ولا بتشوف مصر ولا بتشوف اتحاد انت بتشوف قدامك شغل وورق بس كن ان انت وانت صغير بتحب النادي الاهلي وانت صغير بتحب النادي زمالك وقت الشغل الموضوع بيختلف واللي الشغل يأثر التماءاته أو أهواءه هواء يأثر عليه في الشغل ده خلاص ده موضوع موضوعه منتهي مش ممكن ينجح مش ممكن ينجح أنا بقول هدراك أنا ما كنتش باب أزعلان حتى لما أي طرف من الطرفين بينتقد بقونفل لأن أنا متأكد أن أنا أولا أنا مش أحب لأهلي ولا زمالك أكتر من نفسي أنا حب أنه الحمد لله أنجح في الشغل أحب اتحاد الكورة أنا إيه من اتحاد الكورة أنا في اتحاد الكورة بيسموني أنا عضو مجلس دارة هذه الآن لو رئيس فأنا رئيس مخلة يعني بدأ من زي ما يقوله من تحت السلاح أنا بدأ رئيس شرف يعني بدأت من أول واحد صغير جاي من نادي بقيد اللي عضو في لجان المناطق اللي عضو في لجنة الآن من تحت ثم رئيس لجنة شون اللاعبين ثم عضو مجلس إدارة ومأكد الموضوع بتسلسله من تحت خالص، فانا ابن اتحاد الكورة فانا مش هحب حدا اكتر من اتحاد الكورة او من اسم الاسم لأ هو انت طبيعا انت بتحافظ على اسمك où تحافظ على علي إلى اللي انت مقتنع بقناعتك ان انت بتعمل الصحة وتعمل الحق الي انت شايفوه لكن كمان كمان انا ابن اتحاد الكورة قال المسائلة بقى انت كنت بتحب النادي الاهلي وبتشجج ناد الاهلي وبتشجج ناد زمالك التي انت اهلاو وانت زمالكاوي ده موضوع تاني احنا اشتغل معنا ناس أباطرة في اتحاد الكورة كلهم لهم انتماءات مفيش واحد فيهم مكانش يأصل اللي دخل كرة القدم أو دخل المجال في مصر هو من الأول هو صغير يا لوا زمالكاوي نادرا ما تلاقي حاجة غير كده حتى ممكن لقيه اسمع له وبيحب الآل شوية اسمع له برسعيدي وبيحب الزمالك شوية سويسي وبيحب عنده منطقته لكن برضو عنده انتماء أو هوف سكة لكن لما بيتواجد في مكان سواء مسؤول سواء في اتحاد الكورة أو في وزارة أو في أي جهة هل الكلام ده بيأثر عليه ولا لا اللي بيأثر عليه ما بينجحش اللي بيشتغل بالطريقة دي مش ممكن ان هو ينجح بدليل ان الحمد لله انا موجود في اتحاد الكورة لحد من ثلاثة ايام أو من اربعة ايام ما انا كم الهجوم اللي علي من جماهير النادي الاهلي يعني لا يوصف لا يوصف صفحات الاهلوية اشتيمة وخلق الجمهور في الاخر شايف ان انت وكذلك مثلا خلاص حصل ده بيأثر ممكن يأثر ولا في الاعتبار انت وانت بتشتغل صح ما ده انا تعودت على كده حاجة اسأل علاجة كواس جدا انا بدي 28 سنة النهاردة بين اروقة اتحاد الكورة في اماكن مختلفة فانا واخده سلمة سلمة مش ممكن مش ممكن اقبل في يوم الايام يقولولي انت في القياس عملت دي ليه وجيت هنا ما عملتهاش ليه انت عملت دي لسين وما عملتهاش لصاد وفي الاخر يسأل كل اللي تولوا ادارة نادي الزمالك طول السنين اللي فاتت هل فيه تعامل انتو حسيتو ان اللي بيتعامل معاكو ده ما بيعملكوش اللي انتو شايفينه ان هو من حقكو وكذلك النادي المصري نادي الاتحاد السكندري نادي الاسماعيلي فيه احيانا بنختلف اي نادي بص اي قرار بيصدر ضد النادي النادي مش بيتقبله سواء قرار غرامة عقوبة ايقاف لاعب وقف قيد مديونية مطلوبة من النادي قبل ما يسدد مش ممكن نقل مباراة نقل ملعب ما توفقش على ملعب فبتوديه مكان تاني الجدول مش على هواة طالب تأجيل ما حصلش دي حاجات يومية في الشغل اليومي ففيه اختلافات يومية لكن الفكرة انت معيارك معيار العدالة عندك واحد ولا لا انت شايف ان انت بتعمل الصح ولا لا انت شايف ان انت مطابق لللوايح والقواعد دي ولا لا عارف بتعمل ايه ولا مش عارف اسأل اي حد في الوسط مجردا خارج الهوى هيرد عليك بإذن الله